صالح الفضالة مساك الله أبو الخير يا نائب رئيس مجلس الأمة السابق وعضو مجلس الأمة الأسبق مساك الله أبو الخير ويوسف يقولون في شيء ترقع شيء بيترقع يعني وانت لما تكون بعد هذه المسيرة النيابية والاجتماعية في مجتمع مثل الكويت مجتمع حي وانت لابس بشتك ويستقبلونك في الدواوين يستقبلونك في الأماكن العامة لما تروح للمحافظة يتقول لك تحية وبعدين تطلع النيابة طلعك تذاب أو مدعي هذه معضلة أشرح لك إياها وحدة وحدة يا صالح الفضالة أنت الآن أمام فرصة تاريخية منحتها لك الظروف والأغدار أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى فيما تفعل في جهاز الكويتيين البدون وأن تعود إلى رشدك كمواطن كويتي يتعاطى مع فقه الواقع بعيدا عن الحبربش اللي حولك واللي غردون لك واللي يبون يدخلونك جهنم أنا صاج معك أقسم بالله العظيم أنا أصدق شخص في الكويت مع صالح الفضالة أنا ما أكرهك ما أدور من وراك اللي حايس وأنا راسي مرفوع فوق مثل مراسك مرفوع فوق لأنك كويتي فهذه فرصة تاريخية أنك تطلع تعتذر أول شي لهذا الشاب اللي اليوم نيابة العاصمة في الكويتي أنا أرفع لها معقل عقل يقولون ما يصير تمدح وتقدح الغضاء أو جهاز الإداري أو جهاز النيابة مو على كيفكم طبيعتنا في الحياة هالشكل إنسان لما نشوف شيء لما نشوف شخص يحسن لازم يذكر هذا الحسان فأنا أقول لجهاز النيابة متمثل بالنائب العام ضرار العسعوسي وجهاز نيابة العاصمة اليوم أنتوا أثبتوا أن الكويت دولة مؤسسات أنه الإنسان الضعيف هذا الكويتي من فئة البدون أنصف اليوم في نيابة العاصمة لأنها تتعاطى مع دستور وقانون مو مع أحلام صالح الفضالة ومن يريد أن يروج الصورة السيئة عن الكويت مع مواطنينها فهذا انتصار جديد داخل أروغة الغضاء اليوم على هذا الشاب أنه تشرب الفكر الداعشي وتجي النيابة اليوم وتخلي سبيله حتى بدون ضمان شخصي ما أسميها هذه ما تسميها وأنت العارف ببواطن الدستور ما تسميها وأنت عندك ممارسة نيابية أنا في أدبياتي أسميها سوادوي أنت اليوم تغديت عند عبد العزيز الغنام ودعت السفير الإماراتي أنت تعتقد أن مثل هذه التغارير ما تصل إلى الصحافة العربية والخليجية داعش مرة واحدة يابونك ما تعوى